الأغوار الفلسطينية الأغوار الفلسطينية هي المنطقة مستهدفة تاريخياً وأنتم بصورة الوضع السياسي الأخير فيما يتعلق بموضوع الضم حيث أن حكومة اليمين الإسرائيلي المضطرف تسعى جاهدة لضم الأغوار لما تشكل هذه المنطقة من عمق استراتيجي عمق جغرافي وتعتبر منطقة الأغوار منطقة حدودية وهي تشكل مدخلاً آمناً للدولة الفلسطينية المستقبلية وهذا بالنسبة للإسرائيليين مسألة مهمة وأنتم تعلمون أن كل ما تقوم به إسرائيل في الآون الأخيرة من مصادرات للأراضي ومن محاولة الضم وتحويل بعض المناطق إلى مناطق استيطانية هذا هدفه الأول والأخير هو خلق سياسة الأمر الواقع في هذه المنطقة وإبعاد المواطنين والسكان الأصليين عن هذه المنطقة وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة فارغة من السكان بهدف الاستيلاء عليها والاستيطان فيها في المناطق هذه الحديدية وفي مكحول كباكة تجمعات جميحة في الأغوار وفي المناطق المسنطة سي تطبق علينا خطة ممنهجة من كبل الاحتلال للتهجير القصري لأنه إحنا هاي أراضينا وملكنا ومولد آبائنا وأجدادنا ولكن إسرائيل مش القصة الزرع بؤرة استيطانية أو مستوطن جميع المستوطنات اللي موجودات هان جميعهم إلهم بيوت وسكن في تلبيب أو في حيفا أو في يافا وإنما هاي خطة سياسية ممنهجة لترحيلنا قبل 2003 كلنا ساكنين في منطقة الرواق ومنطقة الحديدية نتيجة سياسة الاحتلال وهذه من المنشآت اللي بنسكن فيها بتهجرنا من الرواق للحديدية حتى إنه استقرينا في 2003 في قلة مشحول من 2003 كان عشرات العائلات موجودين في خربة مشحول ولكن من سياسة الاحتلال الاضطهاد هدم المساكن بلشوا الناس شوي شوي تلقائيا اللي بيعنا مروح فبنتفاجأ بنظلل 2013 نتفاجأ في 16-9 اللي هو يصادف يوم احتلال إسرائيلي لهدم صبر وشاتيلا إنه حتى أنا وقت ربطت يعني إنه مستهدى في نفس التاريخ اليوم 16-9 إنه خربت مشحول هدمت عن بكرة أبيها عشر عائلات أصبحوا بلا مأوى ولا براكيات ولا بيوت شعر ولا حتى المي تشابوها وقت ما هدمت حتى قاعدوا شهر ونص وهم محاصرين خلت مشحول لا يفوتونا مي لا يفوتونا أكل للغنم حتى يعني كان عندي طفلي عمرها 5 سنين يسمها بشائر بتفاجأ بتسأل كانوا صحفيين موجودين بتسأل في واحد كله بس بدي يعرف ليش إنه هدونا البيت ليش إنه هدو بيتنا إحنا؟ خيل الطفل عمره أربع خمس سنوات يسأل السؤال هذا فمع الأسف يعني مالكي ما إلو جواب سؤالها نشر البؤر الاستطانية اللي مثل اللي في المزوكح نحن بنعرف جلعاد وما جلعاد هاي ما بنعرفها بنتركوا هم أسابي زي ما بدهم هاي منطقة السويدة ومنطقة المزوكح فكانت مصنفة في اتفاقية أوسلو اللي للأسف أكبر اتفاقية هي شرعنة الاحتلال وأذرت في المشروع الوطني الفلسطيني بحيث إنها أعطت مناطق الأغوار كلها كلمة سي للإدارة الإسرائيلية فبعد ما طبقوا جميع الكطف لترحيل المواطن الفلسطيني فهاي الحلقة الأخيرة الحلقة الأخيرة اللي بدهم يهجر السكان فيها فبدأوا في نشر البؤر الاستيطاني في الجبال والأراضي الفلسطيني علماً إنه كانوا مصنفينها نحميات طبيعية والمحمية الطبيعية هي لكدمة الإنسان لكدمة الحيوان لكدمة البيئة من الثمانينات وإحنا في منطقة السويدة كربة السويدة في مخروبي في وادة أبو الفيران في معاصر الجراد مراحل فرس هاي كلها مناطق تسمية من زمان يعني الناس معروف عليها أي واحد من طمون أو طباة تسألي عنها بيعرف فكانوا حماية طبيعة الإسرائيلي يجوا يكونوا محمية طبيعية ممنوع تشرحوا فيها يخالفوا أي واحد يكذبوا فيها يخالفوا 2000-3000 شكل بعدها يدفع وروح فبنتفاجأ في الـ 2017 إنه المنطقة المحمية كانوا بدهم مشان الطيور مشان النصور أو إلى ذلك نتفاجأ إنه بيجيبوا مستوطن وبحطوا المستوطن فيها بيقعد المستوطن سنتين للـ 2019 في الـ 2020 بنتفاجأ إنه بيشيكوا قاعدين بيشيكوا كل المناطق كل هالكانت محمية طبيعية صارت مؤهلة إنه للاستيطان وللمستوطنين مستوطن هون في عنده بحدود الأربعمية راس بكر مستوطن على حد مستوطنة حمدات اللي هي مستوطنة حمدات من السبعين موجودة قائمة على أرض الجبهة بنتفاجأ إنهم بحطوا في حدها كمان مستوطن عنده غنم خربة مكول تتعرض لإجراءات استيطانية مثل مثل الرأس الأحمر مثل من خربة المالع مثل بردلة كردلة عين البيضة التل الأحمر كل هالمناطق مستهدفة وبالتالي حولوا هذه المناطق إلى محميات طبيعية ومن ثم انتقلوا إلى أن تكون مناطق استرطانية يقيمون فيها تجمعات للمستوطنين وهذا بحد ذاته مخالف للقانون الدولي الإنساني ومخالف للقانون الدولي برمته وهذا يتطلب جهد دولي وجهد فلسطيني أيضا من أجل فعلا وقف هذه الحملة المسعورة باتجاه مناطق الأغوار الفلسطينية سواء الأغوار الشمالية أو الوسطى أو الجنوية كلها منطقة جغرافية واحدة وهي مستهدفة بشكل كامل هسا المستوطن الموجود طبعا أجه في الـ 2017 أول ما أجه جاب 50 عجلي صغار فبتفاجأ ثاني سنة بجيبوله سيارات ثنتين فيهن بحدود المية وخمسين بقرة فبتفاجأ من الـ 2017 للـ 2020 بتفاجأ إنه عنده صار عنده 400 راس بكر أو 500 راس بكر مدوله مي حوالي مسافة 15 كيلو إلى 17 كيلو متر من مستوطنة حمدات مدوله إياها لعند المستوطن اللي عنده كبل 2019 حاولنا نطلع إحنا وزملاء لكم صحفيين حتى نشوف الموقع وعانينا من كبل الجيش وشرطة بس في النهاية قدرنا إنه نصل للموقع المستوطن بتفاجأ عنده مسبح مي بتفاجأ عنده خلايا شمسية بتمد لقرية بأكملها بتفاجأ عنده قربانات عنده يعني وكأنه تقريبا بجوز 10 كيلو متر مربع 10 دلمات اللي قائم عليهم فبالنسبة لدعم حكومتهم إنه خذ أي إشي بدك بس ثبت الأرض جميعنا مربيين فروة حيوانية نعتمد على نعتمد الاعتماد الكل في اقتصادنا في تربية أطفالنا في تعليم أطفالنا في حياتنا اليومية على رأي الأغنام ما إنه مصدر رأيي مصدر ثاني فلما هم يضيقوا علينا في المراعب بجاء تزيد علينا التكاليف في الطبع هي التكاليف كلكة زايدة وميجاي بهمها أغنامنا لأنه لا فيه خدمات بيطارية إلها محاصرة من المياه في شعنا مياه أسعار المياه غالية أسعار اللي علىها تتعرض للضرائب وهي عالية ولما نعتني منع علينا المراعي بنا نقدر نبطل نقوم في أغنامنا فبنتطر لبيعها اليوم أصبح يعني فيش مر على للسكان المحليين اللي هو اللي إحنا بنقول إحنا أرض نهاية النهاية أولاً ونهاية لأرضنا فبنتفاجأ إذا بدي أصرح من ناحية الشمالية أنا إذا بدي أنفد من الجيش ما يحاكينيش بلاكين المستوطنين إذا بدي أصرح غربة برضو معسكر الصمرة موجود إذا بدي ألف عن ناحية الشركية برضو معسكر جيش والمستوطن ومستوطنة حمدات هذولا كلهم الثلاث عائق يعني بتنفذي من هذا بتقولي قضينا نهار اليوم بيجيش الشرطة بتيجيش الجيش بيجي المستوطن بيجي يعني مضايقات غير شكل أصبح الواحد فيش كدامه يعني بظل يلف حواله بيتوه إنه مثلاً بس ثلاثة أربعة كيلومتر مربع اللي بيصرح فيهني اليوم احتلال التذاكة فيما يتعلق بهذه القضية في فترة في النقب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل فيما يتعلق بالعراقيب والقرى الأخرى حاول اللي هي المدن الحضارية هذا يسعي إلى الاحتلال اللي هو تجميع البدو اللي هم حراس الأرض نحن نسميهم المنتشرين في كل مناطق الأغوار الفلسطينية من أقصى الشمال إلى الوسط إلى أقصى الجنوب هؤلاء هم حراس وهم هؤلاء حماة الجبل وهم هؤلاء حماة الأرض في الأغوار الفلسطينية وفي النقب الفلسطينية وفي الصحراء الفلسطينية وبالتالي الاحتلال سعى جاهداً إلى استلح بأنه يعني أنه يعني يتظاهر بشكل إنساني أنه إحنا ما بدنا نرحل وما بدنا ندم إحنا مننحطكم في مناطق حضرية ومناطق والهدف المركزي اللي هو تفريغ الأرض وتجميحهم في مدن يمكن السيطرة عليها وسهولة السيطرة عليها وبالتالي إبعادهم عن مساحات الشاسعة على الأرض اللي بتجولوا فيها واللي هي حق تاريخي للفلسطينيين وهذا من أجل التأكيد على أن هذه الأرض خالية من السكان ولا يوجد فيها بدو ولا يوجد فيها فلسطينيين ولا يوجد فيها فلاح ولا يوجد فيها مزارع وبالتالي يسعى إلى هذه السياسة وهذه السياسة باءت في الفشل في النقب الفلسطيني بعد نشر البؤر الاستطانية وأعلنوا كطة الضم وما ضموا كذا فيما إنهم لكي ردود دولية أو مش لكدمة مصالحهم فبدأوا يعترفوا في أسام المستوطنات وهذا سبب الاعتراف من يومين وإنما هي للضم القانوني لمنطقة الأغوار فيما فشلوا يعلونها في اسم مضخم ضم فهنا بدو التفاف على العالم وعلى الرفض الدولي والعالمي في اعتراف في البؤر الاستطانية بس هاي دولة احتلال أول شي تمنع بشكل مباشر نقل المياه من خلال الخطوط لأن بيب من مناطق ألف أو ما يصطلع عليها مناطق ألف إلى مناطق سي أو المناطق التحت السيادي والسيطرة الإسرائيلية ولدينا جملة من الاشكالات خربوا خطوط مية هدوا خزانات في طوباس كثير بحجتنا في مناطق سي خط كان ينكل من طوباس إلى منطقة يرزة دمروه أكثر من مرة وتم إعادة الحفر وتم أيضا توصيله مرة أخرى الاحتلال اللي احنا متفكين معه اليوم بيعطينا 18 مليون كوب سنويا هو بوخذ أكثر من خمسين مليون كوب وبعرف أنه تعداد السكان ازداد ومساحات الزراعية ولكن هذا احتلال احنا وياه في صراع دائم مع الأسف لا عندنا مي لا عندنا كهرباء ومع الأسف بقولها مرة ثانية أنه جماعتنا أعطوه نهارهم يذغنوا في الأغوار وفي المواطن المسخمة اللي موجود في الأغوار مشان دعم وصمود المواطن الموجود اللي في الأغوار فللأسف ما بنلك أي خدمة بالنسبة لسكان الأغوار الراعي الفلسطيني يكاتل بنفسه وبعض أوقات يتعرض للضرب ولكن المستوطن الإسرائيلي خلال دكايك يبكى الجيش الإسرائيلي عنده سورطة الإسرائيلية عنده المستوطنين من جميع مستوطنات الأغوار عنده وهذا قدر يكافح المستوطن الفلسطيني اللي وحده ومن ثكريات القدر أنه كانوا في بعض يهود يجوا يتزامنوا مع المزارع الفلسطيني وكاتلوا معها بينما أقول الأمر مننا اللي كاعدين في المكاتب المكندشي ما نسوفش حدا منهم اللي بوغز راتبهم على السوفنا حجم المساعدات أنا بتقديري إسأل المحافظة اللي تقيم علاقات مع مؤسسات الانجيوز ومن خلال السلطة من خلال الجدار كم حجم المساعدات وما هو شكل المساعدات وأين تذهب المساعدات اللي تقدر بملايين الشكل إلى هؤلاء المواطنين اللي قلوا المواطنين هناك لماذا يبكى المسؤول الفلسطيني مغمز عن الأغوار كما أنه ترامب ونتنياهو أعلن الضم لماذا لماذا أتت السلطة الفلسطينية إلى فلسطين يجب أن تكون مشروع وطني فلماذا نبكى إلى اليوم حتى نعطي إسعارات أننا بدأ ندعم الأغوار أنا لا أطالب بالدعم الأغوار أنا كمواطن فلسطيني ورئيس جمعية وعضو إداري في اتحاد المزارعين الفلسطينيين لا أطالب السلطة الفلسطينية بدعا أنا أطالبهم في برنامج وطني تحرره للأغوار نحن ندعم أن يكون هناك سياسة متكاملة لحماية مواطننا الفلسطيني وتمكينه في أرضه والدفاع عن قضايا وأنا أقول لك أكثر ملفين وهي فيما يطلق بملف التوظيف ملف التعليم لأبنائنا هناك يكون هذا على حساب التعليم العالي ويحملوا هذا الجيل وفعلا يدرسوا ويعلموا ما هو مصير الفلسطينيين؟ أنا أعتقد هذه الأرض مثل الزيتون المواطن الفلسطيني لا يمكن اقتلاعه والآن تختلف المسامية تسبب معتوم هوية زركة ومعتوم زركة حتى اللحظة لم يطبق ولا بتنفذ هذه السياسة ولا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيين وإن كانت لا سمح الله وإن كانت أنا أعتقد ستبقى الأغوار الفلسطينية وسيبكوا الفلسطينيين في أراضيهم وستيبقى عملية التواصل شاء من شاء وأبى من أبى والاحتلال إلى زوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر